ألمانيا اتخذت قرار أنها تبدأ دلوقتي مراقبة الحدود مرة أخرى وده كان يمكن فيه استياء من الرئيس النمساوي اللي تفاجأ من قرار ألمانيا بشأن مراقبة الحدود وكمان مع وزير الداخلية البفاري اللي أكد وضوح القانون في المسألة رفض دخول المهاجرين من النمسا وزير الداخلية هيرمن بيقول أن القانون واضح فيما يتعلق لو ألمانيا مش مرحبة بالمهاجرين اللي موجودين ودول ضد القانون هنرجعهم للحدود الثاني الرئيس النمساوي استغرب بالنسبة للقرارات دي اللي موجودة في ألمانيا هل ألمانيا محقة في القرارات اللي اتخذتها في عملية إرجاع المهاجرين وكمان تنفيذ ترحيل اللاجئين للنمسا لسوريا وأفغانستان هلأ بصراحة الموضوع المسألة بدأت فعليا مع ألمانيا لما قررت أنه فعليا بدأت شدد إجراءات المراقبة على حدودها مع النمسا بسبب دخول يعني العمليات الإرهابية اللي شهدتها ألمانيا بالفترة الأخيرة فبالتالي يعني قال الوزير الداخلي البفاري يخيم هيرمان لأن القانون واضح فيما يتعلق مسألة رفض دخول المهاجرين على الحدود وان جاء ذلك في سياق انتقادوا لإعلان نمسا بعدم استقبال المهاجرين الذين يتم رفضهم من قبل ألمانيا فبالتالي ألمانيا قامت بإجراء قانوني وفعليا قال أنه نحن اللي عم بيجوا لعنا عم نرفض يدخلوا مو نحن اللي دخلوا أصلا لعنا رجعناهم إلى النمسا فقال القانون واضح لأنه النمسا قالت أنه كل من تعيدهم ألمانيا لن تقبلهم النمسا قالك أنا لن أدخلهم أصلا فهم لم يدخلوا لعندي حتى هم فعليا أعيدهم فبالتالي هنا صار هذا اللغط والجدل في الموضوع طبعا الرئيس النمساوي قال أنا متفاجئ من هذا القرار فبالتالي يعني فيه نوع من نوع صراحة من الالتفاف على الأحداث يعني خلينا نقول لا بس هما يقصدوا الألمان بيقصدوا في الموضوع أنهما دلوقتي هيرقبوا الحدود لو فيه مثلا حد موجود عايز يعدل ألمانيا هو جاي من النمساوي عدل ألمانيا هيرجعوا يعني جاي من الشيك هيرجعوا للشيك فهو بيقول القانون أضح بتاعنا ولكن عندما دخل إلى ألمانيا وأصبح في الداخل أعتقد هنا ألمانيا أصبحت مسؤولة عنه إلا إذا ثابت عندها أنه هو فعليا جاء من النمسا جاء من دولة أخرى أما من تقبض عليه على الحدود هو داخل يعني على الحدود فعليا لف إرجع هنا هنا القانون بيقول لك لا بدي يرجع للنمسا أو لا يدولة أخرى حدود المرسوك منها بالتالي يعني نحن شو منقرأ هذا الخبر هذا الخبر أستاذنا نضوح نقرأه فقط من مبدأ أنه فعليا الوضع العام بشكل إجمالي إجمالا فعليا يتجه يتجه إلى التقييد على قضية اللجوء التقييد على اللاجئين عدم دخول اللاجئين جدد إلى أوروبا يعني ألمانيا اللي كانت جنة اللاجئين والأم ميركل التي شهرت بهذا الاسم فعليا هذا شيء أصبح ضرب من الخيال وشيء لن يتحقق ولن يعاد مرة أخرى أصبح ماضي